السائل بعض أصحاب الطرق يقولون إن هذا الولي يعلم الغيب ويتصرف في الكون ولكن هذا كله إنما هو بإذن الله وبأن الله هو الذي أطلعه فهل هذا القول وهذا الفعل يعد من الشرك؟ هذا كذب على الله عز وجل الله ما آذن بهذا ولا أحد يعلم الغيب إلا الله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله فالذي يدعي علم الغيب يكفر لأنه يدعي أنه مشارك لله فيما هو من خصائص الله فهو يكفر بهذا نعم